السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم معي في فيديو جديد في القناة قناتي وقناتكم عالم المرأة المغربية اليوم ان شاء الله جيتكم في فيديو جديد جيتكم طريقة تحضير الكسكس مغربي بطريقة الخاصة طلبا لبعض المتتبعات ديولي بالنسبة للمبتدئات لأول مرة سوف يقوم بكسكسو فكنتمنى انه ينجح معكم اليوم فما تنسوش انكم تتابعوني حتى النهاية ديال الفيديو باش تشوفوا طريقة تحضيري لهذا الكسكس المغربي بطريقة الخاصة يجيب مرقة بنينة ويجيب عاقدة لبنات يجيب واحد البنة من القرش ليكم رائع جدا جدا مع اسرار النجاح فتبارك الله للمغربيات كلهم كيعرفو كسكس مغربي فكل واحد الطريقة دياله كل واحد كيفش كيفش كيصة وبالكسكوس فكنتمنى انكم تتابعوني حتى الاخر اللي اول مرة كتشوف القناة ديالي كنقول لكم ما تنسوش انكم تشتركوا عندي في القناة ضغطوا على زر المربع الاحمر وما تنسوش ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل فيديوهاتي وما تنسوش انكم تشجعوني بلايك هنا هنقول لكم دوزو المقادير وطريقة التحليق بسم الله على بركة الله بالنسبة للطريقة كيفش كنصوب كسكوس مغربي او كسكسو مغربي فكنحتاج هنا طرية يعجبني انا القوام ديال طرية كنستعمل دائما رائع جدا جدا كما كتشوفو هنا نوضة نصف بكية مهي بالنسبة للكمية حسب حجم افراد العائلة فكما كتشوفو هنا كنحاول ان نبس بسوب الزيت بحل الحرشة يعني بحل 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 بنتبه المبتدئات لأول مرة هذا يصابه كسكوس كل واحد وطريقة دياله كيفش كيصابه هنا كنحاول نضير الماء شيئا فشيئا بنتبه الماء ما تكتروش الماء بزاة في الأول غيش ويد المحتك تحسو بسكسو انه رطب لكم في الدين سوف تحبسه سوف نحاول ان نخلط الماء جيدا مع الكسكوس بهذه الطريقة لكي تشرب الماء يكون مخلط جيدا بعد ما اخليته 5 دقيقة لبنات سوف نشرب الماء جيدا ونحاول ان نبس بسوها كبلي الدين كما تشوفو نحتاج الميدونة التي تكون مدهونة بالزيت نحاول نوضع فيها الكسكوس طريقة سهلة ومبسطة وكل طريقة له كيفش كيصة وكسكوس مغربي سوف نقوم بتفور فقد قمت بتحديد المنديل كما تشوفو نحتاج هنا 1 طنجرة أو كوكوت وضعت فيها الحمل ثم وضعت هنا بصلة واحدة قطعتها كقطع طويلة وضعت هنا جوج مع القصغار الخرقم ثم جوج مع القصغار سكنجبير أو الزنجبيل ثم مع القصغيرة عامرة تحميرة قليل من الإبزار ثم نضع الملح ثم نضع الملح حسب الدوق ثم الزيت ثم نضع الملح ثم نضع الملح ثم الزيت ثم نضع الملح ثم نضع الدجاج للحيم تقليل طريقة مهمة الزيت ثم نضع الملح نحن نحن حلط لتسجم الملح ثم نزج الملح ثم نحن نضع الملح نضع نصف ثم نزج الملح ونضعه حتى أن يشحر على العفير كما ترى هو تشحر نقصه على العفية سوف ترى الكثير من الزيت لا تخافوا اصلا سوف نقوم بخضرة و سوف تشرر الزيت لا تكون نهائيا بالنسبة إذا قمت بزيت قليلا سوف تخرج لكم المرقة بيضة وناشفة كثير من الأخوات سوف تخرج لهم المرقة بيضة يمكن أن يقل من الزيت كما ترى كثير من الزيت كما ترى هنا سوف نضع الحمص بالنسبة لكمية الحمص حيث كل واحد وهو كمية الأفراد العائلة هنا وضعت هنا جوجة قطعتهم كل واحدة قطعتها على 4 وضعت هنا جوجة جزارات كما ترى طوالين بهذا الحجم هذا سوف نحاول نمرق كما ترى نضع هذا التقطب ثم نضع الخضراء المتبقية كما ترى كما ترى المرقة لا تكتروا البنات سوف نضع 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 بصلة قطعتها طوال ثم قطعتها حمص ثم جوجة خضرين مهمة بسبب الخضراء حسب أفراد العائلة ثم المكور ثم ربطة الربيع لا تقوم بخضر لا تقوم بخضر كما ترى بعد أن ترى القرعة احتطابت وخزة احتطابت نصف طيبة نحاول القرعة ضغيقة طيبة وكذلك القرعة الحمراء ضغيقة طيبة سوف نضع خمسة دقائق ثم البصل نضع ثم نضع ربطة الربيع لا تقوم بخضر مع المرقة لكي لا تقوم بخضر ثم نحاول نضع القرعة الحمراء وبنسبة للمرقة لدينا لأن القرعة الحمراء والقرعة الخضراء يجب أن يجب المكور يجب أن يجب أن نقص لهم يطبقوا بالفوار ثم نحل نضع قليل من الابزار ثم نضع 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 هذه الكويرات التي يكونوا في كسكسو الكثير من البنات التي أشتهم يحيطونهم أنا الصراحة لا أحيطهم وليس كسكسو كل شخص لا أحيطهم لا أحيطهم ثم نحاول نفعل الماء حتى نحسب كسكسو أرتضلها في اليدين بالنسبة للماء لا أستطيع أن أقول لكم كمية لأن كل كسكسو يجب أن يشرب الماء كما قلت لكم هذه الكويرات التي لا تقوم بها لأنه يجب أن يكون كسكسو في الوسط باقي الماء يجب أن يكون طيب كويرات بالنسبة لأن الكويرات لا يجب أن يكونوا نهائيا سأخذها 5 دقائق حتى نشرب ونحاول وضعها في الماء لأنه يجب أن يكون من هناك كما قلت لكم المهم سوف نفور اخرى هذه التفوير الأخيرة المرة الأخيرة سوف نفور اخرى سوف يكون طيب 100% نضيف 3 تفوير كل طريقة كل طريقة كل طريقة كل طريقة وضعت هنا في الماء ملعقة صغيرة خلطته في الماء ونحاول ملح به مالح نحاول نخلط الملح مع الكسكسو لكي يشرب الملح كما ترى كل طريقة كل طريقة كما ترى كما ترى سوف نحاول وضعه ونجعله الماء بعد 5 دقائق كما ترى ونحاول نحاول وضعه في المدونة ونحاول نتلقى معكم مع التقديم الماء كما ترى المريقة لذلك ونحاول من الماء كما ترى من الماء ونحاول مثلا القرعاء الخضراء والقرعاء الحمراء يعني كي سهل علينا هكا نعمره او نستفوها على كسكسو ديالنا كذلك تبرد شوية مليك تبرد فامكاته يعني ما كتتهراش دغية كما كتشوفو نحاول نوضعها هنا في الطب صيل باش كي سهل عليها نعمر بنسبة لكسكسو البنات سافي طاب كما كتشوفو نديرو هنا في القصعة ونحاول نبس بسو شوية باش نحطوه في الطب صيل بنسبة لتقديمة البنات فكل واحد فايش كي قدم كسكسو كان كي قدموه في القصعة كين في الطب صيل كل واحد وطريقتو كما كتلكم دائما افكار متعددة طرق متعددة كنحاول نوضع كسكسو كامل بهات الطريقة هذي في الطب صيل كما كتشوفو فهاد الكمية هذي عطتني الطب صيل كبير كما كتشوفو وده باك نحاول نقدو بهات الطريقة هذي بنسبة للمبتدئات لأول مرة غاد نساوب كسكسو فا تبارك الله كاملين المغربية لدينا حادقين ما شاء الله عليهم وده باك نحاول ندير المرقعك في الوسط باش كسكسو شرب المرقع ونحاول نوزع المرقع بهات الطريقة هذي باش ما كتبقاش بعينه باش نبدأ نحط الخضراء كنحاول نستفل الخضراء بهات الطريقة هذي يعني معاكسة كين كنديرو القرعة كنديرو اللفت وكنديرو خيزو مهم آآ بهات الطريقة بهاد الشكل ديال الترتيب كنحاولو نوزعوها في المرقع جات بنين البنت جات لديدة بزاف بزاف كنتمنى انكم تجربوا الطريقة ديالي اكيد غادي تعجبكم كنحاولو نديرو اللحم هكا في الوسط ثم نكملو الترتيب ديال ديال الخضراء كنحضر كينديرو نديرو رائعة طريقة ديالي نتمنى انكم تجربوها صارحة ليش غادي تعجبوا ومشي موجاملة كنحاولو بزاف بزاف كنت عادي شاركوا معاكسة ديما كنت قلوا لي شارك معاكسة كنتبقى دائما في الفيديو دائما دائما وكنت عادي شارك معاكسة اللحم هذي خاصة كيفاش كنحضر ككس كسوا حتى ساعد فكرت باني مدرش الفلفل الحر ماشي مشكل حسب الاغتيال مهم مشي مشكل سيتو صراحة وده بعد نحاول نوزعها كالحمص ونوزع البصلة فيمكن لكم توضعوا حتى التفاية كل واحد وكيفاش الطريقة دياله كم اكت لكم يمكن لكم تحضروا التفاية ان شاء الله في فيديو الجا غدي نشارك معكم طريقة التفاية كتجي رائعة ومضمونة وناجحة مئة بالمئة كنحاولو نقدوها بمعلقة الجوانب بهالطريقة هذي كما كتشوفون بصدهم الجوانب جيدة باش كي يجيك كسكسو مقد ثم بعد نحاول نمسح الجوانب باش نتلقى معكم مع الشكل النهائي هذا هو الشكل النهائي على البنات الكسكسو او كسكوس مغربي كما كتشوفون يجي على هذا الشكل هذا كي يجيبنين البنات وكتجي من مرقة عاقدة بهالطريقة هذي اللي ورد لكم طريقة الخاصة كي يجي رائع كنتمنى انكم تجربوه اكيد غد يعجبكم وغديني الاعجاب ديلكم والمرقة من قرش ليكم البنا 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 من قرش ليكم كي يجي هائل يمكن لكم اكد تزوقوها كبتفاية او اه يعني كيف ما بغيتو كل واحده كيف يشكوا الطريقة ليالو مهم هذه هي طريقتي شاركتها معكم مع المبتديات اما المغربية تبارك الله عليكم كاين كتعرفو تساوبوكسكسو كنتمنى انكم تجربو الطريقة ديالي وتضعو لي التعليق الرائعة اللي دائما كتحمسني باش نزلكم كل ما هو جديد كما كتشوفو كي يجي مع السلو كي يجي لذيذ جدا جدا فالبنات هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى انك تكسوكونا الاعجاب ديالكم وما تنسوش انكم تجعوني بلي لايك باش نتحمس نزلكم كل ما هو جديد هنا هنقول لكم البنات استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة